الاستنفار التركي في وجه الميليشيات الكردية في سوريا لم يهدأ منذ سنوات كما لم تتوقف اتهامات أنقرة لما تعتبره جماعات إرهابية كردية في الداخل والخارج غير أن تقريرا جديدا للأمم المتحدة جاء اليوم ليزيد المشهد تعقيدة ويتهم أنقرة بتجاوزات خطرة بحق المدنيين الأكراد وهكذا أخذت دائرة صراع التركية الكردية تتسع وتتشعب مواجهة سياسية في الداخل وأخرى عسكرية يمكن أن تندلع على جبهة الشمال السورية وينضم إلينا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول دكتر سمير صالحة كما ينضم إلينا من لندن الكاتب والباحث السياسي الكردي دكتر زارة صالح أهلا بكما كما نذكركم مشاهدين أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر تويتر وفيسبوك أبدأ معك دكتر صالحة يعني مأزق تركيا العميق السوريون الأكراد عند كل هذه الحدود الشمالية لسوريا وأيضا في الجنوب التركي كيف ستواجه الأكراد اليوم في طريقها إلى الرقة وتحديدا بعد هذا التقرير الدولي الذي يتهمها بكل هذه الانتهاكات بحق المدنيين نعم مساء الخير أولا لك ولضيفك ولمتابعيك يعني النقطة الأساسية بالنسبة للأتراك كما تعرف هي الفصل بين مجموعات البي واي دي الاتحاد الديمقراطي حزب الاتحاد الديمقراطي وبين الشرائح الكردية الأخرى سياسيا وحزبيا في سوريا هذا الفصل هو الذي أودى بالمسائل بالنسبة للأتراك إلى هذه النقطة مع تصنيف البي واي دي تنظيم إرهابي واليوم الرئيس للتركيا أيضا كرر هذا الكلام أمام الرئيس الروسي في موسكو وهذا يعني أن أنقرة لن تتخلى بمثل هذه البساطة عن هذه التوصفات متى تتم عملية التغيير إذا ما تغير ربما إذا ما راجع البي واي دي نفسه استراتيجيته مواقفه طريقة تعامله مع الملف السوري علاقته بحزب البكيكا كل هذه الملفات برأيي قد تكون ربما إذا ما تم فيها تغيير أو تحول في السياسات تفتح الطريق أمام المراجعة ربما في مواقف تركيا غير ذلك من الصعب جدا أن يكون هناك أي تغيير دكتور صالح ماذا يمنح أيضا هذا التقرير الأكراد اليوم وهل هو ربما فرصة دورية وغطاء أمالكي جديد في معركتهم باتجاه الرقة مساء الخير لك ولضيفك ولأستاذ المشاهدين بداية لأمدر التذكير بأن دكتور صالح السؤال مواجهة دكتور صالح هذا التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة هذا التقرير بتصوري هو انعكاس لعودة الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني عندما توقفت عملية مشروع السلام في سوريا عفوا في تركيا بين الطرفين وتقرير يعكس حجم الانتهاكات التي حصلت من قبل الدولة التركية ضد الأكراد المدنيين حسرا وليس فصال حزب العمال الكردستاني الموضوع يأخذ أكثر من منحة يتعلق بالداخل التركي لأن ما تفعله تركيا اليوم تحت حجة خطر حزب الاتحاد الديمقراطي لا أعتقد له مبرر لأن أولا حزب الاتحاد الديمقراطي كحزب سوري لا يؤمن بالدولة القومية ولا يطارب بالانفصال هو لديه مشروع أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية أي ليس لديه مشروع قومي لهذا فأن ربط كل ما تقوم به تركيا بحجة الاتحاد الديمقراطي هو مغالطة كبيرة لأن الأكراد من حيث المبدأ لهم حق تقرير المصير في قسمهم في جزهم الكردستاني أرمال حق بالدولة السورية وبما فيها إقامة الدولة المستقلة أو الفدرالية أو الشكل الذي يرونه مناسبا في إطار التوافق العام في سوريا هذه التخوفات بتصوري هي نعم ولكن تواجد هذه القوات الكردية في الريف الشمالي الغربي لحلب أيضا يرسم خريطة للمستقبل الدكتور زارة بتصوري هذا المشروع يندرج في إطار حماية المناطق الكردية والدفاع عنها أنا هنا أختلف مع بعض النقاط حول سياسة الاتحاد الديمقراطي في الزهاب بعيدا إلى المناطق العربية ولكن من حيث المبدأ ربط كل ذلك بالوقوف ضد الطموحات الكردية تركيا اليوم تنظر إلى قضية حزب الاتحاد الديمقراطي وكأنه في إطار محاربة القضية الطموح الكردي المشروع هناك طموح كردي مشروع كما هو قائم في كردستان العراق وتركيا تؤيده وحتى تقول بأنها ستعترف بالدولة الكردية هناك لماذا هذه الإجدواجية والتناقض إذا طالب الكرد في سوريا بذلك أو في تركيا بتصوري هناك عقدة تركية مزمنة حول الدولة الكردية المستقلة أو الطموح الكردي كما يراه الكرد وهذا ما يفقد تركيا البوصلة واليوم في السياق الاستراتيجية الدولية التي تقودها أمريكا نرى بأن ما زالت أمريكا مصر على الاعتماد على قوات سوريا الدموقراطية في استراتيجيتها البعيدة للأمد في محاربة الداعش ومؤخرا وجدنا بأن الدعم العسكري لم يتوقف لغمة رغم الإصرار التركي على محاولة التأثير على القرار الأمريكي دكتور سامير تحديدا هذه النقطة عندما تعتبر واشنطن أن حزب الاتحاد الديمقراطي وأيضا جناح العسكري هم الأكفأ في الحرب باتجاه الرقة واستعادة الرقة من تنظيم داعش كيف سينعكس ذلك بعد هذا التقرير اليوم أظن أن النقطة الأساسية باتت شبهة معروفة أن هذا التباعد في المواقف وقراءة المشهد بين واشنطن وأنقرة مسألة لا تحتاج إلى نقاش لأن واشنطن اختارت أن تقف إلى جانب البي واي دي وأن تدعمه وتسلحه وتجهزه للعب أدوار أهم من ذلك في سوريا هذا الدور يتجاوز مسألة أن تكون فقط مساندة لمن يحارب داعش في سوريا برأيي هذا الدور مشابه تماما للحالة العراقية عام 2003 دعم مشروع كيان في إطار إما فيدرالية أو كونفيدرالية سورية ويكون للأكراد فيها هذه الدولة المستقلة لكن النقاش الأهم من كل ذلك أنه مسألة حقوق الأكراد أنه نخلط بين مسألة حقوق الأكراد ومسألة الأجواء التي تعيشها سوريا يعني هل الآن هذا ذهب إلى موسكو ومناقشة الدستور السوري الجديد مع الروس هذا الدستور الذي أعدته موسكو ودخول في تفاصيل من هنا النوع والثورة في سوريا تتقدم على الأرض بقية شرائح وفصائل الثورة الآن على الأرض تواجه النظام السوري والإخوة في سوريا يذهبون بمنحة آخر التحضير ومحاولات الاستفادة من الأجواء لبناء هذا الكيان الكردي نقطة أهم من ذلك الآن قبل قليل قلت لك واجدون يبدو أنها التحق تماما بهذا المشروع وهذا الخيار عندما نرى في ممج مثلا كل هذا التجيش والتسليح ورفع الأعلام الأمريكية لتوفر الحماية للبيو واي دي في رسائل تحذير لأنقرة فهذا يعني أنه على أنقرة بعد الآن أن تعتمد استراتيجية جديدة ليس فقط في التعامل مع البيو واي دي ومسألة الطموح هذا الحزب في سوريا بل مع وجنطن نفسها في الأيام المقبلة وأظن هذا النقاش سيبدأ ويضر إلى العلان على شكل انفجار أوسع في مسار العلاقات دكتور زارة هذا الانفجار الأوسع الذي تحدث عنه دكتور سامير هل فعلا ستهاجم تركيا الأكراد في منبج في طريقها إلى الرقة وكيف سيرد الأكراد على ذلك؟ بداية لابد من توضيح نقاط مهمة وهي أن الكرد لديهم حق مشروع فيما يقررونه في سوريا أو في أي قسم آخر هذه النقطة النقطة الأخرى ما يحدث اليوم من تسجيات في الشمال السوري هي امتداد لما حدث في مقايدة حلب عندما قايدة تركيا موضوع الباب دخولها إلى سوريا أو تدخلها في سوريا أو ممكن أن نسميه احتلالا عبر الغطاء الروسي وبتنسيق مع النظام السوري أيضا وسلمت حلب للنظام مقابل دخولها إلى الباب وكان حدودها في ذلك الحين حسب الاتفاقية الوصول إلى الباب وليس أن تتجاوز إلى الرقة هذا يندرج في هذه الاتفاقية والتسوية المستقبلية بعد استلام دونالد ترامب الذي عجل في استراتيجته من أجل القضاء على داعش سواء في الموصل أو في الداخل السوري اعتمد على أسهل الطرق وهي الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية هناك في استراتيجته للتحرير الرقة وبتصور منذ البارحة والمدادات العسكرية تصل إلى قوات سوريا الديمقراطية عبر الحدود السورية من كردستان لعراق وهنا هذا يؤكد بأن أمريكا مصر على تباعة تلك الاستراتيجية وتركيا عليها تركيا كعضو في حلف الناتو هي أيضا على مفترق طرق هي تفقد الوصلة بخصوص الوضع الكردي وتحاول أن تجد لها موضع قدم أو تقوم بتسويات سواء مع روسيا أو مع جهات أخرى كي الحفاظ على أمنها القومي كما تدعي ولكن بتصور مشروع الاستراتيجي للتغيير في المنطقة والتسوية في السنوات القادمة يقرره الكبار والتحالف الدولي أمريكا وأوروبا هذه الدول وروسيا هي التي تقرر تركيا ستكون مجبرة على التزام بما سيقرره الأمريكان فيها حول مشروع استراتيجية وهزيمة داعش لأن هزيمة داعش يأتي من أولويات أمريكا وفيما بعد ستكون هناك تطورات أخرى حول الموقف لهذا تركيا ستكون مجبرة على التزام بما يقرره الأمريكان ودونالد ترامب لن يسمح بأن نكون هناك عرقلة تركية لهزيمة داعش التي يحدث اليوم سأعود إليكم دكتور زارة صالح من لندن وأيضا دكتور سمير صالحة من سطنبول ولكن نتابع بعض مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الحوار إليك شانطال سأبدأ روبير من هذه التغييدة التي وصلت هنا من أحد المغردين يقول الأكراد وقيام دولة كردية واقع لا مفر منه وإدانة الأمم المتحدة لانتهاكات تركيا ضدهم يعني أن المجتمع الدولي لديه رؤية واضحة حول قيام الدولة الكردية من هذه التغييدة إلى ما قاله معاذ معنا الليلة الأمم المتحدة لا تساند الأكراد من أجل حمايتهم من الانتهاكات وحفاظ حقوقهم بل تستغلهم من أجل تحقيق مصالح المجتمع الدولي في المنطقة أيضا معنا تغريدة من محمد هنا يعتبر أنه إدانة الأمم المتحدة لانتهاكات تركيا ضد الأكراد خطوة مهمة جدا وعلى المجتمع الدولي التحرك لحماية الأقليات في المنطقة شكرا لك شانطال سأعود إلى هذا الحوار بن جديد دكتور سمير اللافت في هذا التقرير هذه الأرقام فعلا والأمم المتحدة تطالب بتحقيق نزيه وشفاف منذ قليل ردت أنقرة بعدم ثقتها بهذا التقرير وبكل التفاصيل التي أوردتها المنظمة الدولية نعم أظن هناك أزمة واسمها مسألات مصداقية في التعامل مع بعض المسائل التي تجري على الأرض نقطة أولى نقطة ثانية هل فعلا هذه التقرير هي تتم بشكل شفاف وفعلا بتوازن وفي إطار معالجة تأخذ بعين الاعتبار كافة وجهة النظر هذه برأي النقطة التي تركز عليها أنقرة الآن لكن عندي ملاحظة مهمة أنه لا أريد أن أبتعد كثيرا عن السؤال أنه موضوع الملف الكردي الآن في المنطقة كول بدأ يأخذ منحة جديد وبعد جديد أنه الواشنطن في موقفها الأخير تحديدا تقول أنها تريد أن تلعب هذه الورقة حتى النهاية يعني عندما كانت تركيا موجودة في الباب كما تعرف لم نرى هذا الدعم لا من التحالف الدولي ولا من الولايات المتحدة الأمريكية تركيا في الباب كانت تحارب داعش على حد علمي الآن في نفس المنطق نذهب ونسأل أنه في المنبش لماذا واشنطن تتحرك بشكل مختلف هذه المرة لا يوجد في المنبش داعش لذلك السؤال كيف يتم التعامل مع المسائل هذه النقطة التي أردت أن أشير إليها نقطة أخيرة أيضا مهمة في المرحلة المقبلة في إطار هذا التصعيد المستمر على الأرض هل من الممكن القول أن الكبار هم الذين سيفرضون المشهد كما يشاء على دول المنطقة باتجاه تغيير الخرائط وفرض تركيبة ديموغرافية جديدة أظن هذه المسألة لأن يقبل بها سكان المنطقة حتى ولو كانت واشنطن أو روسيا أو الكبار هم الذين يحاولون أن يفرضوا معادلات جديدة من هذا النوع دكتور جرار تحديدا هذه النقطة كيف يستفيد الأكراد يتمتعون بهذا الامتداد الجغرافي وهذا الربط للمناطق وأيضا ما حصل في كوباني ما حصل في عفرين كيف يستفيدون من هذه الأجواء فاستفادوا أيضا من الغطاء الجوي الروسي في الأشهر القليلة الماضية نعم بتصور ما يحدث اليوم هو بالنسبة لأكراد أمر طبيعي الأكراد منذ مئات السنين يناضلون من أجل حريتهم من أجل حلمهم الذي أصبح قابق وسن أن يكون حقيقة في إقامة دولتهم مستقلة أسوة بغيرهم من الشعوب لماذا لا تكون كردستان جارة لتركيا والعراق والسوريا والإيران هذا أمر طبيعي هذا حق إلهي شرعته الديانات السماوية وكما شرعته القوانين الدولية هذه نقطة مفهومة لكن اليوم ما يحدث في المنطقة من تغيير وأمر طبيعي أن يبحث الكرد عن مصالحهم من خلال مشاركتهم الأساسية في محاربة داعش والأرهاب واعتماد التحالف الدولي سواء في كردستان العراق أو في سوريا على قوات البشمرق وقوات حماية الشعب الكردي التي أثبتت نجاحا باهرا وحليفا يؤتمن به من قبل التحالف الدولي وهذا ما هو غير موجود لدى الأطراف الأخرى سواء كان من الميليشيات المعارضة السورية أو من تركيا لأن تركيا لديها نوايا أخرى تجاه الأكراد لهذا بتصور الكرد لديهم مطالب مشروع وحق مشروع في أن يبحثوا عن تحقيق حلمهم الذي راودهم منذ ألاف السنين واليوم بات من الضرورة أن تستوعب حكومات وشعوب المنطقة الجارة لنا بأن كردستان ستكون الجارة القادمة في خريطة الجغرافية الدولية التي ستزين هذه الخريطة وستعيد الاستقرار لأن بقاء القضية الكردية معلقة والتخوفات الإقليمية مثلت من تركيا وغيرها من دول التي تغتصب أراضي كردستان هي تخوفات وهمية بتصور واستقرار المنطقة في شرق الوسط يعني منح الأكراد حقهم في تقرير مصيرهم وبما فيها إقامة دولتهم المستقلة وما يحدث اليوم بتصور لا يجب أن يندرجى في هذا الإطار وأن يكون للكرد حقهم في دولتهم وهذا أمر طبيعي لا غبار عليه دكتور سامير اليوم يعني تتحدث أنقرة مع موسكو وأيضا هذه العقدة ستحضر على الطاولة هل تقدم قوات سوريا الديمقراطية حيث استفادت من كل هذا الغطاء التي تحدثنا عنه منذ قليل سيمنع ربما هذه الفرصة الذهبية باتجاه الرقع للأكراد لا أظن بالنسبة لأنقرة المشكلة هي بالدرجة الأساسية من يذهب إلى الرقة ويحارب داعش ويقضي عليه المسألة الآن برأيه هي على جبهة مينبيج ما الذي يجري في مينبيج ولماذا هذا الإصرار الأمريكي على حماية أكراد المينبيج وعدم التمسك بالتهاهدات التي قدمت من قبل واشنطن لأنقرة في سحب هذه الوحدات إلى شرق الفرات هذا يعني ويؤكد أنه الآن البي وي دي يحاول أن يستفيد من الظروف الموجودة في سوريا يريد الاستقواء بواشنطن بالعالم الأمريكي بالنفوذ الأمريكي بالتجيش والتسليح الأمريكي هذه هي النقطة الآن التي علينا أن نرجعها لا أحد يناقش حقوق الأكراد في سوريا طبعا لهم حقوقهم وهذه المسألة ينبغي أن تناقش مع السوريين بالدرجة الأساسية ليس في ذهاب ومناقشته مع واشنطن بل مع بقية شرائح المجتمع السوري ليس عبر دستور روسي يقدم إلى الأكراد يناقش مع الأكراد بهذه الطريقة برأيه دكتور زارة هل لديك معلومات تحديد عن التفاصيل التي وردت في هذا التقرير عن استخدام أسلحة أدلة على دمار شامل الانتهاكات تدمير عدد كبير من المنازل في المناطق الجنوبية الشرقية ما هي دقة هذه المعلومات بكل تأكيد هذا التقرير صدر من جهة محايدة جهة دولية وهي ليس جهة كردية أو جهة منحازة لأي طرف لهذا يمكن الاعتماد على نصوص هذه التقارير وبتصوري هذا التقرير لا يعكس بشكل كل حجم الأضرار لأن المناطق عند عودة الحرب عندما بدأت الحرب تركيا بدأت حربها وألقفت مشروع السلام الذي مع أجلان تعرضت المناطق الكردية لهجمات عسكرية عدة يعني شملت المدنيين وكانت هناك نتائج كارثية على الكرد المدنيين في تلك المنطقة بشكل ورأينا كيف بدأت عمليات الاعتقال والحصار وكذلك تحولت المنطقة إلى حالة حرب كشاملة فردت حالة طوارئ يعني النواب الكرد اعتقلوا الرؤساء البلديات الألاف من الكرد أيضا ذهبوا قيدة التحقيق تزامن ذلك بعد انقلاب العسكري وحيث فرد تركيا فرد حالة من الطوارئ واعتقلت العديد حتى من جماعة فتح الله قولان في هذه النقطة لهذا بتصوري التقرير تقرير صحيح وقد لا يعكس بشكل كامل حجم الآثار السربية التي وقعت على الكرد في تلك المنطقة الجنوبية حيث كردستان تركيا علينا أن نقرب الواقع بتصوري والقضية الكردية لها بعد هذا التقرير الدولي هل بالإمكان العودة تحديدا الحزب العدالة والتنمية إلى المفاوضات التي انطلقت في العام 2011 ثم أدت إلى وقف لإطلاق النار ولو من طرف واحد ثم سقط في العام 2015 وعاد الأكراد إلى هذه المواجهة بشكل مباشر مع الشرطة وقوات الأمن التركية في المناطق الجنوبية الشرقية يعني العودة إلى الطاولة برأيي دائما مسألة مهمة بالنسبة لنا نحن الأكاديميين يعني لغة الحوار ونقاش المسائل دون اللجوء إلى القوة والسلاح لكن مع الأسف الذي جرى كما نتابع نحن أيضا هنا في تركيا أن كل هذا السلاح الذي عصر عليه حتى أسلحة ثقيلة كل هذا الاستهداف للمدن في جنوب شرق تركيا كل هذا الدمار لا يمكن إطلاقا أن نترك جانبا السؤال كيف وصل هذا السلاح وكيف استخدم في هذه المدن ومن الذي يحاول أن يحرك البيكاكا في تركيا بهذه الطريقة للوصول إلى هذه النتائج دكتور سمير صالحة كنت معنا مباشرة من سنبول ودكتور زارة صالح أيضا من العاصمة البريطانية لندن شكرا جزيلا لكم